صحة الجلد هي جزء من صحتنا العامة الجلد ده صحته هو يعني ما فيش حد صحته العامة فيها اعتلال أو فيها تراجع وهتلاقي الجلد بتاعه حلو والعكس صحيح اللي جلده حلو واللي في حالة الجلد عنده ممتازة هتلاقي ان صحته العامة كويسة جدا لان هم مرتبطين ببعض صحة الجلد هي جزء من الصحة العامة والعناية والاهتمام بالجلد مش دلعة ولا رفاهية اقول لكم واكتر ولا مقتصر على البنات والسيدات فقط فاهمين قصدي يعني اصلي فيه رجالة ممكن تقولي الكلام ده ما يخص ناش يعني هنعمل ده بيقولك نحط واقي شمس قبل ما ننزل الشمس اه تحط واقي شمس اه بكلم حضرتك كرجل بكلم حضرتك كشاب هو الشمس يعني هتدخل لما هتيجي هتأثر هتأثر على البنات والستات بس ومش هتأثر على الرجالة يقولك لأ اصلا رجل بقى ما حطش واقي شمس يعني ما تحطش واقي شمس ليه ما هو الأشعة فوق البنافسجية دي مضرة للجنس البشر يعني مضرة للبشرة مش لبشرة البشرة البشرة الأنثوية بس يعني تمام فدي كلمة مهمة انه لازم نتعامل مع الاهتمام بالجلد مش على انها حاجة اه لان انا عارف برضو انه فيه أوساط اه الشباب وخاصة الشباب بقى الصغارين شوية اه بيعتبروا انه ايه انه مش عارف اقولها يعني ازاي ولا اقولها ولا لا انه بيعتبروا ان الدرتي لوك دا موضة الدرتي لوك دا اللي هو ايه ان الولد من دول يبقى شكله مبهدل كده وشعره منكوش ودقنه طويلة ومبهدل في نفسه كده انا فيقولك انا كده راجل يعني لا مش راجل انت لما تبقى مهندم وتبقى شكلك لطيف وشعرك متسرح ووشك حلو وحالة الجلد عندك كويسة دي لا تنتقس اي شيء من رجلتك يعني خالص خالص مش معنى كده ان احنا نقعد نعمل بقى حاجات يعني اوفر او حاجات كتير بس هقولكو حاجة افتكروا اهالينا مش هقولكو احنا بقى اهالينا الاباء والجدود وكده لما كانوا بيروحوا عند الحلاء هم عند الحلاء اهو يقصوا شعروه فتلاقي الحلاء يعمل ايه احيانا الحلاء يحلقلودانه ويعمل له مش عارف فوتة سخنة وفي فوتة ساعة وشعارف فيه ناس يعمل له حاجة اسمها مش عارف فتلة صحي كده ده ايه اللي انا بقوله ده ايه انا بتكلمش على جيل نحنا انا بتكلم على الجيل بقى اللي اكبر يعني جيل الابائي ابوي انا الله يرحمه يعني والجدود ومن جدود الجدود وهم بيعملوا كده دول بقى ما كانوش رجالة دول كانو سيء يعني زي ما بقولوك ده اي واحد منهم سيد الرجال لكن ده جزء من حالة وعي وحالة فهم انه اولا ان دي طرق للحماية لحماية الجلد تمام ثانيا ان دي وسيلة من وسائل يعني التعبير عن شكر نعمة الله ثالثا انه حاجة حلوة قوي ان الواحد يبقى كويس شكله كويس ولبسه كويس ونضيف في نفسه ومستحمي ومصرح شعره وده حاجة كويسة يا سلام بقى لو ده زاد عليه بقى ان الاخلاق كويسة والثقافة كويسة والرجولة اللي على حق هي اللي موجودة ها الرجولة اللي بتبان في التصرفات والرجولة انا بتكلم هنا بقى بتكلم الرجال زي ما زي ما اختصيت السيدات والفتيات ها فعنايتك بجلدك وبشرتك وبشعرك ها ده جزء لا يتجزأ من عنايتك بصحتك الجلد احد نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا وربنا سبحانه وتعالى خلقنا في احسن وافضل صورة خلاص علشان كده الحفاظ على الجلد والاهتمام بحمايته لازم ياخدوا مننا نفس الاهتمام ونفس الجهد اللي بنحافظ به على صحتنا